موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أعزائي عزيزتي المتابعين والمتابعات المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة اللغة العربية هذه المرة مع حصة القراءة النص الشعري بعنوان الفلاح المجد صفحة مئة وتمانية وثلاثون من الكتاب المدرسي أود في البداية أن أشكر جميع المشتركين والمشتركات لتعليقاتهم الجميلة وعلى ملاحظاتهم القيمة أشكرهم جزيل الشكر وأتمنى لهم مزيدا من النجاح ومزيد من الصحة والعافية عنوان هذه القصيدة الشعرية الفلاح المجد إذن كالعادة سوف نستهدل هذه الحصة بالإجابة عن الأسئلة التهيئية بعد ذلك نمر إلى باقي الأسئلة أتهيأ للقراءة ما فوائد قطاع الفلاحة للوطني؟ ثم كيف ينبغي أن يكون من يزاول مهنة الفلاحة؟ هنا ما فوائد قطاع الفلاحة للوطني؟ أي معنى ما هي الفوائد؟ وما هي الاستفادات التي يقدمها الفلاحة أو تقدمها الفلاحة للوطن والمواطن؟ لن نقول الفلاحة قطاع حيوي لاحظوا معي ركزوا معي على هذه المصطلحات قطاع حيوي داخل الوطني نظرا لأنه يساهم في تأمين نعم تأمين وحماية الأمن الغدائي للمواطني ويساهم في توفير وخلق مناصب الشغل يعتبر عاملا مهما في استقرار وأمن المواطني والوطني إذن هذه الفوائد القيمة التي يقدمها قطاع الفلاحة للوطن والمواطن نعم السؤال الموالي كيف ينبغي أن يكون من يزاول مهنة الفلاحة؟ الشخص الذي يزاول مهنة الفلاحة؟ نعم كيف يجب أن يكون؟ ما هي المواصفات التي يجب أن يتصف بها؟ نعم لاحظوا معي ينبغي أن يكون مزاول الفلاحة محبا للوطن إذن مزاول الفلاحة يجب أن يكون مواطنا أي أنه يحب وطنه ومحبا كذلك للأرض يجب أن يكون محبا للأرض التي يشتغل بها ومحبا كذلك لمهنة الفلاحة أي أنه يكون نعم يحب الفلاحة ويحب الاستغال فيها ويكون كذلك خبيرا فيها نعم أن يكون على علم ودراية بالفلاحة حتى يمكنه أن ينتج ويقدم أكثر السؤال الموالي السؤال الأول أذكر بعض الأعمال التي يقوم بها الفلاح لاحظوا معي انطلاقا من الصورتين يمكن أن نعطيها أعمالا أو نقدم أعمالا يقوم بها الفلاح ماذا نقول؟ إذن للفلاح أعمال كثيرة يقوم بها تجده في موسم الحرط يستيقظ باكرا قصد التوجه إلى الحقل نعم لماذا قصد حرطه فهو الذي يزرع المزرعات والحبوب كالقنح والشعير والذرع والخضر والفواكه والأشجار المثمرة كما أنه يقوم أيضا بتربية المواشك الأغنام والأبقار والماعذي إذن هذه بعض من الأعمال التي يقوم بها الفلاح السؤال الثاني أتأمل الصورتين وعنوان النص ماذا يمكن أن يحدثنا هذا النص؟ عن ماذا يمكن أن يحدثنا هذا النص؟ لاحظوا معي الصورتين الصورة الأولى عن ماذا لدينا؟ لدينا مجموعة من الأشخاص أي الفلاحون وهم نعم يقومون بالاشتغال داخل حقل ثم كذلك في الصورة الثانية لدينا أشخاصا منهم نساء يشتغلنا جنون محاصيل زراعيات إذن فالأمر هنا يتعلق بالفلاح بصفة عامة إذن هذه الأعمال نعم التي يقوم بها الفلاح داخل الحقل إذن النص لدينا هنا بعنوان الفلاح المجد إذن انطلاقا من الصورتين ثم العنوان الفلاح المجد نعم ما هي الأحداث أو ما هي التوقعات التي يمكن أن يتحدث عنها النص كتوقعات ماذا نعم؟ انطلاقا من الصورتين الأولى والثانية والعنوان الفلاح المجد يمكن أن نتوقع أن النص سيتحدث عن ما يلي إذن هذه بعض من التوقعات نقول توقع الأول الأعمال الجليلة التي يقدمها لنا الفلاح إذن نمكن أن نتوقع بأن النص سيقدم لنا أو يعدد لنا الأعمال الجليلة معنى الجليلة أي الكبيرة والعظيمة التي يقدمها لنا الفلاح أو مثلا سيتحدث النص عن أهمية الفلاح والفلاح في حياتنا أو مثلا كيف يشتغل الفلاح إلى آخره من التوقعات سؤال الثالث أقرأ البيت الأخير ما هدف الشاعر من القصيدة لاحظوا معي البيت الأخير البيت الأخير لدينا هنا وله تجتمع الألحان فتغني يحيا الفلاح تحيا تحيا يا فلاح إذن يشيد ويتغنى نعم يشيد ويتغنى الشاعر بأهمية الفلاح ودوره في حياتنا نظرا لما يقدمه لنا من خدمات كبيرة تتجلى في توفير ما يحتاجه الإنسان من مواد غذائية وخضار وفواكه ومزرعات إذن هذا نعم ما يود الشاعر أن نعم يبينه لنا في البيت الأخير من القصيدة نمر الآن إلى قراءة القصيدة الشهرية نعم الفلاح المجد في أرض بلاد فلاح يزرع يعمل لا يرتاح يزرع حب يغرس شجرا يحي في الأرض الأفراح يغدو يمضي نحو الحقل ويصابق أنوار الفجر في يده تنمو الخيرات وله ندعو طول العمر فلاح بلادي معطاء يملأ بالخير الأرجاء يغمرها حبا ونماء لتصير جنانا خضراء يأكل ما تجنيه يداه ويعيش بحفظ الرحمن يعمل من أجل الأوطان يغمرها خيرا وحنان وله تجتمع الألحان فتغني يحي الفلاح تحيا تحيا يا فلاح إذا لاحظنا قرأنا النص أو القصيدة الشعرية قراءة شعرية معبرة ونمر الآن إلى أسئلة أفهم وأحلل السؤال الأول ماذا يقول أربط الكلمة بمعناها وأركبها في جملة إذن سوف نقرأ لدينا هنا كلمة معطاء ثم ينمو ما هو المعنى المناسب من بين هاتين الكلمتين لكلمة معطاء نعم كما تلاحظون فمعطاء هنا معناها هو كريم وسخي أي نعم كريم أي سخي أي معطاء ينمو أي نعم معناها يكبر نعم نعم نقول مثلا هنا لاحظوا معي في الجملة الأولى نركب كلمة معطاء داخل جملة نقول مثلا فلاح بلادي فلاح بلادي معطاء معطاء على سبيل المثال لدينا كذلك ينمو نقول مثلا ينمو ينمو الزرع في في الحقل كثيرا مثلا ينمو ينمو الزرع في الحقل كثيرا إذن على سبيل المثال لا نعم للحصر ثانيا أربط الكلمة بالجملة المناسبة لدينا هنا يغمر ثم الأرجاء ما هو المعنى المناسب لكل كلمة داخل هتين العبارتين يغمر لدينا هنا عند الفجر ينتشر الضوء في كل الأنحاء الأنحاء هنا تعني الأرجاء ثم لدينا يغمر يمتلئ قلب الأم بالحنان والعطف أي يغمر قلب الأم الحنان والعطف إذن هنا نصل بكلمة نعم نصل يغمر بمعناها المناسب ثم لدينا الأرجاء تعني عند الفجر ينتشر الضوء في كل الأنحاء أو الأرجاء ثالثا أقرأ البيتين الأولين من القصيدة ثنائيا مع رفيقي أو رفيقتي قراءة هامسة وننغمهما معنى ننغمهما أي نقرأهما قراءة شعرية منغمة أي فيها لحن موسيقي شعري رابعا بمن تتغنى القصيدة بماذا وصفه عنوان النص إذن بمن تتغنى القصيدة وبمن يتغنى الشاعر وبماذا وصف الشاعر هذا الذي نعم يتغنى به إذن ماذا نقول يتغنى أو تتغنى القصيدة بالفلاح لذلك وصفه عنوان القصيدة الشعرية بالفلاح المجد أي الفلاح الذي يجد ويجتهد خامسا لدينا كيف يحيي الفلاح في الأرض الأفراح ماذا نقول خامسا يحيي الفلاح الأفراح في الأرض وذلك بزرعها وحرثها نعم زرعها وحرثها وغرس الأشجار ولذلك تصير الأرض جنانا خضراء نعم سادسا أكتب جملة تعبر عن معنى هذا البيت يأكل ما تجنيه يداه ويعيش بحفظ الرحمن معنى كمعنى لهذا البيت نحض معي يأكل ما تجنيه يداه ويعيش بحفظ الرحمن بمعنى يعمل الفلاح بجد ونشاط من أجل توفير ما يحتاجه الناس من مزرعات وحضروات وفواكه كما أنه يلبي حاجاته أي أنه يلبي حاجاته كذلك مما يزرعه ويفلحه ولا يقوم بشرائها كما نفعل نحن ويعيش في عز وكرامة مما توفره يداه ومن عرق جبينه في حفظ ورعاية الله ثم لدينا لماذا يهتف كاتب القصيدة بحياة الفلاح لماذا يهتف كاتب القصيدة بحياة الفلاح إذن يهتف الكاتب بحياة الفلاح نظراً ما يقدمه لنا من خدمات كبيرة للوطن وللوطن لأنه الساهر على أمن غدائنا يوفر لنا ويحمي أمننا الغداء يوفر الخضراء والفواكه والحبوب والمزروعات ثم لدينا ثامناً أكمل ملأ الخانات بكلمات تشبه الكلمات المسجلة بها في مقطعها الآخير لدينا في النص كلمة فلاح سوف نأتي بكلمات تشبه هذه الكلمات ثم معطاء ثم إنسان أنا وضعت هذا الجدول على الشكل التالي لدينا هنا نعم فلاح ثم معطاء ثم إنسان إذن فكلمة فلاح ممكن لدينا في القصيدة يرتاح الأفراح الفلاح إلى آخرين ثم بالنسبة لكلمة معطاء لدينا الأرجاء نماء ثم خضراء لدينا إنسان نعم لدينا كلمة الرحمن الأوطان حنان هذه الكلمات من القصيدة الشعرية نمر إلى أركب وأقوم ماذا لدينا؟ أعطي عنوان آخر للنص سوف نأتي عنوان القصيدة الشعرية هو الفلاح المجد سوف نعطي نعم عنوان آخر كاقتراحات فقط أنتم ممكن أن تأتوا بعناوان مختلفة إذن لدينا ممكن أن نقول الفلاح والأرض ممكن أن نقول أرض الفلاح أو أهمية الفلاح تحيا يا فلاح أو هيا يا فلاح إلى آخرين ننخص ما قالت القصيدة حسب الخطاطة إذن هنا سوف ننخص القصيدة الشعرية حسب هذه الخطاطة ندينا الخطاطة الفلاح أعماله نفعه عيشه أعماله بمعنى الأعمال التي يقوم بها النشاط التي يقوم بها الفلاح ثم نفعه ما هي المنافع التي يقدمها الفلاح للوطن والمواطنين ثم عيشه مما يعيش الفلاح إذن كذلك أنا رسمت هذه الخطاطة على الشكل الثالث إذن لدينا هنا الفلاح ثم أعماله نفعه ثم عيشه إذن بالنسبة للأعمال الفلاح نعم يقوم بأعمال الزراعات بمعنى زراعة الحبوب وغرس الأشجار خدمة الأرض عبر حرطها وجعلها جنانا خضراء نعم بنسبة لمنافعه أو نفعه يوفر الخير عبر الأوطان أي يؤمن الأمن الغداء ويوفر الأمن الغداء للناس عبر سائر الأوطان يوفر الحبوب والمزرعات من خضر وفواكه للناس عيشه مما يعيش يقتات الفلاح يعيش ويقتات مما يزرعه يعيش كسائر الناس ويلبي حاجاته اليومية الغدائية من خضر وفواكه وحبوب إذن هو يعيش مما يحرط ومما يزرع ومما يفلح ثالثا أعبر بجملة عن عبارة يسابق أنوار الفجر معنى يسابق أنوار الفجر نعم يسابق أنوار الفجر ماذا تعني؟ أي أن الفلاح يستيقض باكرا قبل طلوع الفجر الفلاح دائما يستيقض باكرا نعم تراه؟ نعم يسابق أنوار الفجر نعم إذن هو يستيقض على صياح الديك معنى صياح الديك أي على صياح الديك نعم قبل أو عند طلوع الفجر من أجل التوجه إلى الحقل كي يحرط أو يزرع أو يحصد رابعا استبدل عبارة الشاعر لتشجيع الفلاح تحيا تحيا يفلح بعبارة أخرى إذن نستبدل هذه العبارة نعم هذه العبارة تشجع الفلاح إذن نحن سوف نقوم باستبدالها بعبارة تشجعية أخرى نقول مثلا على سبيل المثال نقول مثلا هيا هيا يا فلاح ممكن أن نقول هيا هيا يا فلاح لتشجعيه أو ما نقول عش دوما يا فلاح أو تعيش دوما يا فلاح إلى آخره من العبارات السؤال الخامس أحاول أن أنسج أبيات شعرية مثل الأبيات التي قرأتها للحديث عن عامل أو تاجري إذن القصيدة الشعرية هنا تتناول تشجيع الفلاح وتتحدث عن أهمية الفلاح والأعمال الكبيرة التي يقدمها للناس في توفير المنتوجات الفلاحية كالخضر والفواكه والمزرعات إلى آخره أنتم تنسجون على غرار هذه الأبيات الموجودة في القصيدة تنسجون أبياتا على غرار هذه الأبيات ولكن هذه المرة للحديث عن العامل أو التاجري إذن هكذا نأتي على نهاية هذه الحصة أضرب لكم موعد في حصة مقبلة بحول الله أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة وأن أكون قد وفقتوا في إنجازها أشكركم على انتباهكم دمتم في حبد الله ورعايته وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة